اشتركوا في القناة وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم سعيد مبارك أسأل الله عز وجل أن يبارك في صحتكم وفي أولادكم وفي أعمالكم وأن يوفقكم لكل خير إخواني الكرام أحيانا ندعو الله عز وجل ولكن بعضنا لا يرى الإجابة يدعو والإجابة تتأخر بعد مدة يترك الدعاء ويقول في نفسه دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء وهذا خطأ كبير أيها الأحبة الكرام لأن البعض لما يشوف الاستجابة ما كانش وقد تأخرت يقول في نفسه يقول في نفسه خلاص أنني أديت الواجب أديت الواجب أدعيت 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 ما كانش فيترك الدعاء وهذا ضمنيا يعني خطأ ومعصية وإثم كبير لأنه وكأن الحالة انتعو تقول وكأنه يتكلم عربي بهذه الطريقة يعني يقول يا ربي أنا درت لعليا دعيت دعيت أنت ما استجبش وكأنه يتهم الله عز وجل بالبخل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا خطأ يا إخواني الكرام سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال حاديثه أشياء كل ما يخطر على بال الإنسان نبهنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل يعني سبحان الله شوف الاستجابة تكون إلا إذا استعجل الإنسان الاستجابة فإنه يحرم يحرم مراده ولا حول ولا قوة إلا بالله من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ولذلك يا إخواني الكرام الإنسان يدعو ولا يترك الدعاء ويلح مناش عارفين وشنه هو الوقت لتكون فيه الاستجابة ربما أخرها الله عز وجل لأمر فيه خير لك شوف سيدنا موسى عليه السلام عندما دعاه على فرعون وعلى جنوده ربنا اطمس على أموالهم وجدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليم ربي قالوا قد جيبت دعوتكما وقتشكنت الاستجابة سبحان الله بعد ربعين سنة جاءت الاستجابة ولذلك الإنسان لا يستعجل لا يستعجل يدعو ويصبر وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيناه في حديث وحد البشرى عظيمة يقولنا ما من إنسان يدعو الله عز وجل إلا ربي يستجبله بإحدى ثلاثة ربي يستجبله وحدة من ثلاثة إما يعجلوا الاستجابة يستجبلوا الحاجة اللي هو حبها أو يصرف عنه من السوء مثلها وإحنا هذه ما نفقوش بها أو يدخرها له يوم القيامة إذن كن مطمئن يا أخي الكريم أن ما من دعوة تدعو بها ربك جل وعلا إلا الاستجابة موجودة ولكن بإحدى ثلاث فالفوز الفوز إن شاء الله هو الصبر وإن شاء الله السلامة في الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعواتنا وأن يحقق رجاءنا وأن يرزقنا رضاه والفوز بالجنة بارك الله لي ولكم ختاما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا